سلم اليوم رئيس مؤسسة مجموعة ديزير أمير الدودو أرتين مئة وثلاثة وثلاثون رأسا من الأبقال لمؤسسة القلب الكبير لسيدة البلاد الأولى هنداء ديبي إدنو وذلك أيضا وذلك نتجة للوعود التي قطعتها رئيسة المؤسسة في حفل تدشين مؤسسة القلب الكبير بالتبرع بهذه الأبقال المناسبة ترأستها الأمينة العامة لمؤسسة القلب الكبير ديلا لوسيان بحضور أعضائها تقرير سعيد أحمد حسن مئة وثلاثة وثلاثون رأسا من البقر الحلوب هي جملة ما قدمه أمير الدودو أرتين لمؤسسة القلب الكبير وذلك إيمانا منه بالهدف السامي من وضع هذه المؤسسة وتجيء هذه الهباء تطبيقا لما وعد به أمير في مداخلة الله أثناء حفل انطلاقة أنشطة مؤسسة القلب الكبير في 11 يناير لعام 2017 عندما أطلقت سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو أعمال المؤسسة رسميا الأمينة العامة لمؤسسة القلب الكبير ديلا لوسيان أثنت على مساعدة رئيس مجموعة جيازر أمير الدودو أرتين وقالت هذا إن دل فإنما يدل على سعي أبناء الوطن لتنمية البلاد ودحر الفقر ومكافحته أما المكلف بالتنمية الريفية بدوره وجه نداء لأبناء الوطن من الذين من الله عليهم بالتوسيع في الرزق أن يحذو حذو داعميا مؤسسة التي لا غاية لها سوى جعل الطبقات الضعيفة تعتمد على نفسها في الاستثمار الذي تريد وللتذكير فإن عدد المواشئة التي وعد بها أمير الدودو أرتين في البداية هي 100 رأس وقبل أن تتم عملية التسليم تزايد العدد إلى أن وصل 133 رأسا من البقر